اهلا بكم مراتيكم بسبيت واهلا بكم فكاريك في فيديو جديد يا شباب في حلقة جديدة. ما عامش صراحة من ايه بم انها تقريبا اول فيديو كن بعمله عن اجاباتي على اسئلتك يا شباب بالنسبة او بالنسبة مسلا لأي حاجة على القناة. وطبعا انا هكون بجاوب على اسئلتكو مسلا على جزئين او تلات اجزاء من الفيديوهات بحيث اي اسئلة جديدة هكون بحبكم بعملها اجزاء جديدة لانكم بجاوب عنها. وطبعا لو انت عندك اسئلة لسه مجاوبتش عليها في الفيديو ده. ستبقى في كومنتات تحت وان شاء الله في فيديوهاتي الجاية في الاجزاء الجاية اكون بجاوب عليها. لكن طبعا شباب قبل بس لبداية الفيديو واحبكم بفكركم بقضياتنا في فلسطين واهلنا في غزة اللي بيعانوا من نقص تقريبا كل حاجة. مية. اكل. كهرباء. دواء. ملجأ. وطبعا تحت تهليدات الكيان الصهيوني باجتياح. رفح. اخر منطقة امنة الفلسطينيين. اوه عشباب تنسوا القضية. زي ما انتو خليكوا افضلوا شيروها. شيروا اي حاجة اللي عقق ودديل. لازم القضية ما تنسيش. لازم الكيان ده يكون بيتحاسب على كل الجرام اللي هو عملها. وطبعا ربنا يرحم كله هلاقوش في كل مصاب. وتنسوش طبعا تقطعوا اي منتجات اللي هي علاقة بالكيان الصهيوني. ونبتل يا شباب مع بعض النهار ده باول سؤال. تقريبا ده اكتر اسئلة اللي اتكررت عندي في البوست اللي ان عملته قبل كده. كيف اركب مداتراري على الجوال اللي بيلعب جوال يعمل لايك عشان يفصله. ما تقلقش الكومنت وصل لي مش منك بس من كتير. لو انت لس مش بتابعني على انستجرام يا ريت تروح يا شباب لوصف تحت هتلاقي طبعا اللينك للاستجرام بتاعي. وتنزل تحت كده يا شباب لحد ما تلاقي الفيديو ده. الفيديو يا شباب بيوضح طريقة التحميل لمداترارية على الجوال. ممكن تكون برضو بتسمعوا. ولو عندك اي اسئلة. بس تحب برضو شباكم بوضح كم حاجة مهمية جدا. انك عشان تكون بتلعب آآ مداترارية على الجوال لازم يكون معك ماوس كيبورد خارجي. ولازم يكون الجوال بتاعك يكون فيه من ستة لتمانية جي جرام. خلاص? ده فيديو زي ما تشافين بيتعرض دلوقتي. طبيعي اه انا هكون بسيب لكم لينك الانسجرام بتاعي في الوصف تحت. تكون بتماش معي خطوة. واحد شاوي اللينكات هي. تكون بتاخد اللينك ده كوبي وتحطه عندك في متصفح. وتحمل زي ما انت شايف هنا دلوقتي اللي هو وتفتح وتسطى بالزبط كده عم تكون بتعمل زي ما انت شايف. ترجع تاني على اللينك اللي نسيبه لك برضو. تروح على مودات. تكون بتحمل المودات اللي انت مسلا عاوزها. واهم حاجة حاجة تكون تحمل وحتى تعلموا هم الاتنين وتحملهم. بعد كده من ممكن تكون بتاخدهم على ملف يا شباب في فايل المودات. بص كده علمناهم. خدناهم كوبي. رحنا على ولازم تكون برضو بتفتح نفسه. بحيس ان هو يكون بيعمل لك الفنات بتاعتك في الجهاز بتاعك او في الجوال بتاعك. ترجع زيات هتلاقي فايل المودز ظهر هنا كده يا شباب. المودات اللي احنا عملناها كوبي هتكون بتعمل لها هنا. زي كده. بقى لما تفتح وتروح على المودات اللي شباب المودات هنا كده ظهرت. وده بكل بساطة هتكون بتعمل وتكون بتعمل ويتكون بتعمل ويكون بيفتح معاك شباب بس على الجوال. طبيعي انا بتدار بين بضل وبضاح لكم شباب ان فكرة مش عاملة حاجة مخصص للجوال لان اللغة ببرمجة بتاعت راعدية غير اللغة ببرمجة بتاعت الجوال. انك تكون بتعمل مودات على الجوال فالحاجة دي تقريبا نشوف ومستحيلة. وده شاب ببساطة كان ردي على سؤال كيفية تحميل مودات على تريبي بانه هو اكتر اسئلة اللي اتكررت وهو تقريبا عندي في البوست ده. وطبعا ما تنساش تعملي فلوه عن ماشي. تاني كومنت شباب او تاني سؤال اول حاجة بتكتب لي اكتر من من لقطة يعني اول لقطة بيقول ايش ممكن تنزل العاب او فيديوهات بعد ما اتملي من تراري او يخلص المحتوى. الصراحة مش عارف يعني عندي شوية العاب برضو عاوز اكون بشاركوا بيها. وعاوز برضو تكون بشوف رأيك وبالنسبة لالعاب دي هل تكون بتحبوها او لا. كيف تركب مودات تراريا في الجوال? يأ اراضي شرحت كده. ورقم تلاتة متى هتبدأ تختيم تراريا بكلاس ميلي. ان شاء الله سلسلية التختيم الجاية هتكون بكلاس ميج. بعد كده هيب الميلي. بعد كده هيب السامنر. وطبعا شكرا على دعمك وشكرا يا شباب على كل دعمكو على القناة وعلى محتوى تراريا. وانا هكون بظل بلع محتوى تراريا فعلا لحد ما كون بمل منه. دي قاضية على القناة زي ما انتوا عارفين. انا مش هكون بلعب اي حاجة. انا بتمل منها. كومينتا بيقول ما هي افضل طريقة الانتقال في تراريا. كومينتا جميل جدا وسؤال لزيز قوي. بالنسبة لي افضل طريقة او اسهل طريقة ممكن تكون بتعملها في بداتك لعبة انك تكون بتعمل بايلون. صارتوا شاف ايها بايلون? مسلا فروس بايلون. جانجل بايلون. لو ما انتوا عندكش بايلون ممكن برضو تكون بتعمل حاجة اسمها الماين كارت تراك. ولو انت برضو متابع معايا فيديوهاتي على تراريا ممكن تكون عرفت ان انا وريدية وريتا اكترية ازاي ممكن تكون بتتنقل في تراريا بجليتش بسيط جدا اللي هو ده شباب. ده تقريبا اسهل حاجة ممكن تتنقل بيها موجودة في تراريا بالجليتش ده. واسرع طريقه. حتى اسرع من الاسفل. يبقى هي دي بالنسبة لي افضل طرق ممكن تكون بتستعملها لانتقل في تراريا. كم انت بيقول ايه? افضل الاكسسوارات لكلاس السامنر. بالنسبة لي اخر الجيم فافضل حاجة هو البابيريس سكراب. الهيركوليس بيتل. النيكرومانتك سكرول. البيجمي نيكلس. السامنر امبلم. وطبعا اي اتنين اكسرين زيادة انت ممكن تكون بتحتاجهم زي الاجناحة والبوتس بتاعتها. ممكن تبدل ده وده بتكون بتعمل محترم لكن مش يكون معك اجناحة ولا. طبعا بتكلم على شباب. كم انت اللي بيقول ايه هو افضل حيوان اليف? اكتر سلاح ميلي ممتع? هل الميلي افضل كلاس? هل بتسوي تختيم تريعات جوال? هل بتسوي مقطع شرح قصص وعلاقات في تراريا? نمسك اول سؤال ما هو افضل حيوان اليف? بالنسبة لي هو الشستر. ده يا شباب هو ده افضل الحيوان اليف بالنسبة لي ان صراحة انا بحبه جدا من وصراحة برضو بيفيدني انه بيشيل كل حاجاتي معي. اكتر سلاح ميلي ممتع بالنسبة لي هيكون ده بالنسبة لي هو اكتر سلاح صراحة ممتع جدا في استعمال وكوي جدا كمان. تعلم افضل بص يعني هي اراق. انا بالنسبة لي افضل باستمتع بيها والسامنر. في ناس بتحب الميلي. في ناس بتحب ميج. في ناس بتحب الرينج. انت وستايلك في اللعب. راكم اربعة هل بتسوي تختم تري watched? بس الصراحة! يعني موعدكش! الجوال تحكموا فيه صعب جدا يا شباب. ماعداني شربت تر observe الجوال عشان كيف بعملكوا بس الفيديو الاول ده. لكن الصراحة التحكم فعلا صعب جدا انا بنبهر بيكم ان كم بتاع بتلعبوا وتلعبوا grid على الجوال. لكن ممكن. يعني انا بقول لكم ان هو ممكن. يعني مش مستحيل. مش حاجة مستحية. يعني مش نقول ان انا مستحيمش اكو بعملكوا فيديو عن الجوال. لكن ممكن اقول ممكن. راكم خمسة بتساوي مقطع شرحوا عن قصة وعلاقات ام بي سي فتراريا مش عايف فكرة شرحوا القصص وعلاقات الام بي سي بس انا عملت مقطع لشرح الام بي سي وزي مكنكم بترازبينهم وايه الشروط للترازب بتاعتهم يعني. ممكن برضو توضح لفكرة القصة وعلاقات دي في الكومنتات تحت وانا ممكن برضو كون بدور عليها واشوف لها لو هي تسحق ممكنكم بنعمل لها فيديو. سؤال برضو جميل بيقول كم ساعة لعبت فتراريا مش عاوز نزومك بس حتى الان معايا تسعمية وتمن ساعات فتراريا ومية خمسة وستين ساعة في مودات تراريا يعني تقريبا الف ساعة. سؤال برضو تاني بيقول هل تفكر انك تعمل فيس كام ايش ممكن تعمل ازا انت محتوى تراريا? زي ما قلتها بل كده ازاك المحتوى تراريا انتهى فانا اكو بضع شبع على لعب تانية. ممكن تكون بتحبوها واني برضو تكون بنعمل لعنا محتوى طالما انا مستمتع بيها. لكن فكرة الفيس كام دي يعني بستحي يا اخي. بستحي تقريبا وبتكسب صح? باللهجة بتاعتكم. لكن بص فكرة الفيس كام انا ضدها تماما. يعني انا من زمان وانا لما كنت بعمل القناة اليوتيوب بحب تكون شخصيتي آآ سرية. اسمي سري. عمري سري. ممكن اشاركوا بعض الحاجات بسيطة. لكن مش قدر اكون بشاركوا بمعلومات عني لان دي خصيتي. لكن بعدين يعني لما كن بعمل فس كام. انا السراحة شخص مطوضة انا مش عاوزك تكون بتبص الشكل الجميل وتحزن على شكلك. فده انا خايف عليكم انتم شباب. خايف عليكم اقول لكم ان انا امر قدي وانتم ممكن فعلا تحبطه. فيعني ده مرعاة ده فعلا امرعيكم. براعي مشاعركوا بس مش اكثر من كده. اوكي سؤال اللي بعدين. ايمن تكتب تلالي عالجوان اتمنى لك تعمل سلع. ان شاء الله. ان شاء الله. هنكون بنعمل سلع الجوان ان شاء الله. سؤال بيقول ايمن اقوى. الامبرس الفلايت ولا ادوك في الشون? بص انت وزروفك. بس ها بنزمالي الامبرس الفلايت. في النهار هي اقوى بص في اللعبة. وراكزا اولاك في النهار. انا عارضيكم الشباب السؤال ده مخصوش يكون برد علي ان ارتكب لكده هكون بعمل فيديو اورادي جاء ابتزاق تجاه هسري بمنازمة عشان نكون بعمل لكم كل انجازات. لكن لما عرفت ان الجديد. هيكون بينزل انجازات جديدة في قرط نستنى. لحد ما الابديت الجديد ينزل هو اخر ابديت لتراريا. ونعمل انجازات دي كلها على بعضها. عشان ما نكونش بنعمل انجازات ويضيف انجازات جديدة. واضطر نعمل عنها فيديو تكميلي. فنعمل فيديو كله على بعضه. سؤال برضو جميل بيقول ممكن تسوي سلسلة تختيم تراريا على صعوبة الليجندري وتسوي تقييم سلاح لترو نايتس ادج. ان شاء الله تقييمات الاسلحة هكون بحاول يعني في السنة الفين وعشرين هكون بعمل لكم تقييمات الوعظم اسلحة في تراريا. طبيعي من بدان على رغباتكم. لكن فكرة سلسلة تختيم تراريا على صعوبة ده شبه يكون بيجي بعد ما كون بخلص سلاسل تختيم تراريا على بكل الكلاسات الاربع. احنا خلصنا كلاس واحد قد التالت كلاسات ونروح نعمل صعوبة الليجندري. وبالمرة نستنى لحد ما الابديت جديد ينزل وينزلنا صعوبة دي ده اعلى من ونجربها وبرضو ينزلنا سكاي بلوك ونجربها. كم انت بقول كيف اراكم موداية تراريا في الجوال? جوابنا على سؤال ده ليش انت سرور عشان انت اللي سرور تتفرج علي. اصعب خمس تحديات في تراريا. انك تكون بتلعب انك تكون بتلعب بالكاربيك بس. انك تكون بتلعب زي دور كده تراريا تصح. انك تكون بتلعب كده اربعة. انك تكون بتلعب تخدس كده خمسة. اوضل الخمس موداية فتراريا. انا بالنسبة لي. ايه. وبالنسبة لي صراحة الحاجة اللي بتكملهم كلهم. ايش اسمك الحقيقي? مش هقدر اقول لك طبعا. ان كم عمرك الحقيقي برضو مش هقدر اقول لك. ايه اسمي عمري دي هتظل لحاجات شخصية بي يا شباب. فأتمنى برضو ان تتفاهموا كده. سؤال برضو كان مهم جدا امتى هتسوي سلسلة مودات اخرى. ان شاء الله قرايب. انا برضو بحاول دلوقات يكون بخلص لكم سلسلة تاني. كلاك التاني مرة بس بان هو كلاس ممتع جدا. فحبيت لكم بعمل لكم سلسلة كاملة عن بعد كده هنروح على او حتى. برضو سبول اكتراحاتكم في الكومنتات تحت لو عندكم اي مودات كويسة نجربها في تراريا. هلأ هتنزل فيديو دليلك في كل انجلزات في اللعبة ان شاء الله لابدتي جديد. هلأ هترجع سلسلة طبعا برجع لها انا بحالية بجهز لفيديو اسان لي ها. هلأ هتعمل في اسكام مستقبلا لا الامر ما ينفعش يتشايف. ولا لا مش عاوز اشوف انا عاوز اشوف وجه المبدع اللي قدامي وبس كده. شكرا طبعا على كومنتات جميلة وشكرا على اكتراحاتكم جميلة لان احنا بنكبر بيكم. قناة بتكبر بيكم وكتراحاتكم دي لكن يعني مش شايف تفسي في مستقبل ممكن يكون بعمل في اسكام. ممكن الصرف تتغير. يعني ممكن يكون بعمل لكم في مستقبل. محدش عارف. لكن حلو برضو. سؤال بيقول متى تصير تراريا سري دي اتمنى لما يكونوا بيعملوا الجزء التاني. ايش رايك تعمل سيرفر للجوال في التراريا وهل آآ يصير اصلا. آه ينفع ممكنكم تعمل سيرفر للجوال في التراريا وممكن الناس كتيرا تضم لي. اهلا اسئلة عشوائية بس حبيت اسأل. اجي على بالي سؤال هل معقولة تراريا مستقبلة تضيف مباني وفرماط جاهزة فقط? عليك وضعها تحت الارضة او في الارضة او في للدرجة. اعتقد ان الفرماط دي اسأل هي فكرة الابتقار والابداع بتاعه اللعبة. لعبة اللعبة هي اللي عملت الفرماط مش اللعبة نفسها. فده مميز فيها. ممكن في المودات يعمل لك حاجات جاهزة. لكن في التراريا العادية ما اعتقدش. كومنت تتكرر لي كتير امتى هتكون بتكمل سلسية ابي جيل. انا قرارتها هكون ببدأ سلسية ابي جيل من اول جديد بس مع النزول اللي هيكون بينصف نسبيا لان ابي جيل كلاس سامنر برجع للشباب اكون بجربها. لكن بالقربية جديدة اللي كومتنزل عشان عاوزين نكون منتجربها بالمرة. اعمل سلسية تختيم تراريا عن ماستر مود بكلاس سامنر ده اكيد. ما هي اصل طريقة اللي هزيمة في النهار? شرحت اللي على فكرة في فيديو في القناة. وهكون بسيب لك طبعا اللينك بتاع الفيديو ده في ايه في الوصف تحت. متابعك من الجزائر شكرا واهلا بكل اهل الجزائر وكل اهل الوطن العربي. ايه هي القصة الكاملة للتراريا? اعتقد عمل فيديو عن الموضوع ده. صح? ممكن برضو تروح تشوفها على قناة ايه لو انت شبه عاوزين لكم اعمل لكم قصة برضو قلولي اكون بشرح لكم شرح انا بقى للقصة دي هنا عالقناة. اول سؤال بيقول حتى يبسألني ايش علاقة دي موضوع القصة فانا ممكن برضو عاملكوا فيديو عن القصة دي. ايش احسن صعوبة تختارها از انت لاعب جديد في اعتقد من احسن او البصات المعدنيين صح? بالنسبة لي اصعب واحد قد يكون او لا لا لكن بقين سهين بالنسبة لي يعني. شنو هي افضل في بري هارد مود اعتقد مولتون ارمور. ماذا تعمل اه فيديو فيتراريا? شنو هي اسهل طريقة اه تجهز في بري هارد مود بالانابل تعمل الخندق بتاعك بالانابل فيه قبل الهارد مود عشان تتوفر على نفسك وتمنع ان تكون بتهنتشر. سؤال بيقول لي برضو هل راحت اعتقد ممكن? محدش عارف يعني يا شباب مش ان يعني ما صح? بصوا احنا مش هنكون من التنبب والمستبل. بس انا دايما يعني انت تلاحظ على القناة بدأت الالعاب ونهية الالعاب ده كله لي علاقة بيعني متعتي وانا بلعب وبسجل اللعبة. لو انا بسجل اللعبة انا مش مستمتع بها الفيديو فعلا بيطلع بشع بيطلع كأنه طالع لمجرد انتو عبزينه. وانا مش عاوز كده. انا عاوز اكون انا بستمتع باللعبة اول عشان هطلع عليك فيديو حلف. هل تقدر تسوي سلسلة ماستر مود وتلعب بكلاس محادة وشخصية ميديا مكور? اه بفكر في ميديا مكور و هارد كور دي من زمان الصراحة. هل راح تعمل مراجعة لتحديث لما ينزل ده اكيد? هل راح تسوي سلاسة العابة اخرى? طبعا. ليش ما تكمل التحدي بيجيل? ان شاء الله مدودة جديد ينزل لكن بكمله. السؤال برضو بيقول هل راح تسوي سلسلة لما يصير التحديث الجديد? اهو. سؤال مميز جدا. تستحق رشفة من الشاي. اوه شاي. طيب دي عاجة فكرت فيها وقررتها. ان شاء شباب يكون بعمل عالم جديد عالم كامل بقى. هبتدي من الاول يعني. هكون باسم بالعالم بتاع القديم ده. وهكون بابتدي شباب عالم جديد تماما مع الابدودة الجديد. كم مرة ختمت التراريا. ما بعدش يا شيمي ختمتها كتير اوي. ختمتها كتير اوي. ويش اضعف سلاح في ويش اقوى سلاح بعد اعتقد اقوى سلاح بعد هو واضعف سلاح هو كيف تنزل على طبعا اشياء السؤال ده برضو تسأل كتير حتى في كومنتات فيديوهات. شباب يعني انا حقيقا لسه بسأل اه وبعرف ازا كان اسلا تحميل او ان يكون بقول لك ازا ما كنت 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 بتحملها ببلاش اه وكراك هل حرام ولا حلال لان لو انا قلت لك مسلا حاجة هرب في كل الزنوب دي جاي علينا. فانت ممكن تكون بتحملها بنفسك من على الجوجل لكن فكرة ان اكون برفع لك فيديو هتشرح لك زي ما كنت 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 بتحمل حاجة مش عايف ازا كنت 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 بقدر اعملها ولا اه برجح لأ بس ما ممكن اكون بعملها بس لس حتى الان كل اراء بتقول لي ان الكراك حرام. وكل بساطة حتى مسلا لما تيجي تسمع اي محتوى على اليوتيوب وبتفعل مسلا فالناس مسلا بتعمل محتوى على اليوتيوب انا مش تتكلم عننا شخصيا لان انا قردي عندي مصدر داخل تاني لكن الناس بتعمل محتوى على اليوتيوب بشكل اساسي لو انت بتعمل فانت كده بتمنع الاعلانات اللي هي اساسا مصدر رزق ليهم فانت كده بتسرق محتوىهم. مش سرق محتوى بس انت بتسرق تعب محتوىهم. فانا نسبيا ضد كراك بشكل عام. لكن اعرف ان في ناس ما عندهاش القدرة ومش غرضها انها تكون بتسرق حاجة غرضها بس انها تكون بتعمل حاجة هي بتحبها. فدي شفحة بحاجة ترجع لكم انك تزي تدور تنزلها بلاش على وحتى على الجوال. بكل بساطة لو انت كتبت على جوجل ممكن تكون تنزلها. لكن فكرة انكم اعمل لكم فيديو. ممكن ده لما اشوف بقى بقى القرى واكون برد عليكم. سؤال برضو بيقول هل تتوقع عن المطورين تراريا هيعملوا الجزء الثاني من تراريا او العب اخرى. هم اعلنوا عن اه تراريا تو. دي طبعا دي اساسية لازم اكون بعمل عنها على القناة. فكرة العب اخرى مش عارف الصراحة. ما ممكن يا ريت يعني في المستوى اللي نشوف العب اخرى من نفس المطورين. مين ميترو ده? اه ده اسمك. اوكي شكرا 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 دعمت. توقعاتك لتراريا تو. وعلى حسب ما هم بيقولوا يا شباب ان هم هيكونوا بيعملوا لعبة اه شبه سري دي. لها علاقة بالروغ لايك بس هتكون مالتيبلاير. ده اخر حاجة اسمعنا عن تراريا تو. هتكون مالتيبلاير يكون لها زي كده زي بمعناء صح. وهل ممكن تكون افضل من ما اعطقتش الافضلية مش هتكون بتروح لجزء جديد. لان كل لعبة هيبقى عندها بتاعتها هيبقى عندها قاعدة لعبين مخصصة لهم. يعني اللعاب مش هتكون بتسرق لعبا من بعضها. ده هيكون عنده قاعدة لعبين وده هيكون عنده قاعدة لعبين. فطبعا متحمس لكم بشوف هي بتكلم عنها بالكامل او توقعاتهم او ما صح نفسهم يعملوا ايفون مستقبل. وطبعا لو في اي اخبار جديدة هكون بعملكم فيديو عنها. هل بتعتز اللعبة بتراف المستقبل طبعا لو تمالت منها. ليه ما تسوي تقييم قريب جدا انا بجهز له اساسا. هل بتقيم كل اسلحة في الترارية? ممكن لكن في اسلحة ما لستحقش اساسا انا هتقيم. ليش هتكمل تحدي يا بيجيل? بستني الابديت الجديد. هل بيكون فيديو لاسئلة? باث او فيديو عادي زي ما انت دلوقتي بتشوف فيديو عادي. انا مش الوان. شكرا على تأكيدك. يجي كام قلبي هنا وقيت اسروري. شكرا على حبك وعلى دعمكو داي شباب. ايش هي افضل بداية في اللعبة? افضل بداية في اللعبة انك تكون بتراس بينجان بيك السندي اللي فيها كل حاجة انت محتاجها. دي افضل حاجة بالنسبة لي صراحة. متى موعد التحديس الجاي ويه اللي بعده? ما فيش موعد محدد بس او ما بيقوله خلال اول جزء من السنة دي يعني خلال اول ستة شهر من السنة دي. كيف راح تكون وفي اي معلومة عنها? تقريبا انا قلت جاوبت على انها حتى الان مفيش غير السيرفر. هل يمكن ان تعمل انت فيديو عن العاب او حتى يمكن ترارية? ممكن. بس حتى الان ساعة ما تواصلت مع تقريبا يعني هو مشغول. فما عندوش القادرة ان هو يكون بيسجل مع حد. لكن لو الموقف اتغير هكون طبعا بقول لكم واكون بجهاز لكم سلسلة مشاركة بيني وبين يوزو. ايه في نشاطات وحاجات تعملها بعد ما ختمت ان اللعبة صارت زهق بعد ما ختمتها. طبيعي لو انت بتلاحظ القناة اللي بعمل تحديات كتيرة على ترارية حتى بعد ما ختمتها. ده بيمنع الملل. لكن شبابكم بعملكم فيديو مخصص عن تحدي الملل في ترارية بعد مون لورد. ايه ريتكم بتستاني الفيديو ده. ما بتتنزل عن ترارية جوال. ما بتتنزل عن ترارية جوال. عشرين مرة. يعني بص انا بظروف صراحة. بس ما داشت عوعدة. ليش انت لعبت ترارية وشيء اقدر شيء جذبك ليها. واوضل كلاس عندك فيها. اول حاجة. ليه انا لعبت ترارية. لو انت مش عارفيني شباب انا يعني بدأت القناة بتاعتي هنا لان انا كنت بحب تاني. هو ده شابي اليوتيوبر لانا الصراحة خلاني اصلا اكون ببدأ آآ رحلتي على اليوتيوب وهو اسمه لما حتى تيجو على السلسل بتاعته هتلاقي فيه حتى اللي لانا لعبتها عشانه. وهنا شباب بلقيه ترارية. طبيعي السلسلة دي قديمة جدا. انا كنت بسمعها زمان وكنت بلعب ترارية معاه لكن لما بدأت اكون بعمل سلاسل على اليوتيوب. بديت اكون بفكر ارجع لسلاسل اللي انا كنت بحبها وكنت بحب لعبها مع اليوتيوبر ده. حتى بصوا دونت استارفوه. معظم الحاجات اللي لعبها ايس وانا لعبتها على قناتي. ايه اكتر حاجة جاذبتني للترارية? كمية البصات اللي فيها. اكتر لعبة فيها كمية البصات وفيها كمية اتاحة وكمية اختيرات تغلب يا بصات دي صراحة هيجأ فوق الخيال. افضل كلاس بالنسبالي هو كلاس. شكرا على سؤالك الجميل ده اللي فعلا وضح حاجات كتيرة. ليه ما تسوي سلسلة بداية محترف وبتكون علماء السمود? قريدي عملت كده. انا انا بعمل كده قريدي. ليه ما تعمل في سكام? عشان انا متوضع صراحة. عرفني عن نفسك. انا شخص بيحب يعمل فيديوهات. انا شخص بيحب يرسم السامع على وشو شكو انتو. ومتابعك من القلب بطيخة. بطيخة? انت من طرف عمر فايف. عيلت بطيخ دي. عيلت بطيخ كبرة قوي. هل قد لعبت اللعبة وكنت مدمنها اكثر من تراريا ماينكرافت? دي اكتر لعبة ادمنتها اكتر من تراريا. ايه تاني ممكن يكون ادمنته زمان هو لكن صراحة مش شايف لعبة ادمنتها اكتر من تراريا غير ماينكرافت. هل برأيك في لعبة ممكن تنافس تراريا من حيث محتوى اسلوب اللعب في المستقبل? ممكن. محدش عارف المستقبل هيكون في ايه. بس اعتقد في مستقبل هتلاقي حاجات ممكن تنافس تراريا عادي جدا. ايش افضل لعبة لعبتها في الفين تلاتة وعشرين? طبعا بعد تراريا هتبقى كور كيبر كور كيبر حتى الان اللعبة منفضلة بالنسبة لي لعبتها في الفين تلاتة وعشرين. لو انت لسه مش عارف ايه هي سلسلة كور كيبر. انا عملت اعنا شباب سلسلة كاملة. خلصت حتى فيها كل الانجازات. هكون برضو شباب بسيب لكم السلسلة دي في الوصفة تحت. ايش هي اكتر اه اللعبة استمتعت فيها في الجوال. من غير تراريا الجوال. اكتر لعبة استمتعت فيها في الجوال تقريبا اه وشوية الالعاب كده عن الاعلام وشوية الالعاب الرياضة كده. طبعا بالاضافة للشترانج. ليه تراريا بيكسل مو كانت روحة تصير الاستورية كسيو سري دي. لأ. اعتقد اساسا انها فكرة البيكسلات بتدي طعم مختلف جدا لتراريا. ده اللي بيخليها مميزة على فكرة. ده اللي بيخليها مميزة ان في العاب مختصة انها تكون مش سري دي. والصراحة بحبها تو دي. هل راح تبدأ بالمودات اه بس انا حتى الان يعني واقف على فكرة بداية ستار دي فالي لان انا بدأتها وقفتها بدأتها وقفتها بكل بساطة انا بتمل منها لوحتي انا قريدي خلص ستار دي فالي يعني اكتر مرة. لكن مخلصتاش عبدات الجديد فانا عاوز الاقي صديق يكون بيبدأ معايا اللعبة دي او يكون بيبدأ معايا ستار دي فالي يكون هو بيعرفي لعبها او مكنش حتى بيعرفي لعبها. عاوزكم ببدأ ستار دي فالي بالمودات بس ملتيبلاير او حتى من غير مودات وملتيبلاير. ايه شو اسمك الحقيقي? معرفش عندك مسالة برضو معرفش ومواصفات الجهازك اللي مشغل علي تراريا وايه نوعه? مواصفات الجهاز الصراحة يعني هو في حوارات كتير انا سايب لكم مواصفات الجهاز كله في وصف القناة. هنشوف الامر امتى? ما تكسفنيش يوض. بحبك وبشكرك جدا من غير ما كنتش عرف تراريا اصلا وعبال الميت الف مشترك. شكرا طبعا على دعمك. طبعا شكرا بشكرا على كل دعمكم خلال السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها. ايه بدايتنا في تراريا كانت بداية صراحة جميلة جدا واعتقد انا عرفت تراريا على محتوى ايه كتير من العرب. ممكن يكونوش اصلا يعرفوا تراريا. طبعا دي حاجة شرف ليا. ايش نحص الكلاسة عندك? والسمنر ايش المودات اللي تحبها هي حتى الان وممكن يكون حتى من متى بتلعب تراريا? من زمان. من زمان قوي. من ايام حتى ما كانش عندي قناة. من ايام تراريا وان بوينت تو. اول مرة لعبتها. تراريا وان بوينت تو. هل ناوي تلعب انا شاء الله في مستقبل لو لقيت حد يلعبها معي. موعد نزول تراريا تو بوينت زيرو. لما احنا مش عارفين اسلا تراريا وان بوينت فور بوينت فاين تنزل امتى? هنعرف دي تنزل امتى? اوو يا شباب وده صراحة كان فيديو جميل جدا اني اكون عملت معاك واكون رديت على كل اسئلة اللي انت قلتها لي. ده بالنسبة للجوز الاول. طبيعي لسه في اسئلة ما تردش عليها. اكون بجاو عليها في الاجزاء الجاية. فطبيعي يا شباب لو انت لسه عند دكاية سلسة بها ليه في الكومنتات بتاع الفيديو ده. وان شاء الله هكون بشوفها وكون برد عليها في اقراء بقى. طبعا ساش دعمك للقضاءة فلسطينية. مواطعتك لكل المنتجات اللي علاقك بكينة الصهيوني. ودايما الدعاء لأهلنا في غزة. وطبعا لو عجبك الفيديو ده. ممكن تقوم بتسيب لايك وتشتري في القناة لو انت لسه جديد وتكون بتشاهد فيديو مع اصحابك. ويلا باي باي. اشتركوا في القناة